صورة اليوم أثرت كثيرا من الانتقادات على المواقع الاجتماعية وخلقت حالة من الجدل في العالم العربي خصوصا في مصر يتعلق الأمر بصورة نشرتها الفنانة المصرية روجينا من الحرم المكي وهي تحمل هاتفها لتطلع مشاهدة صورة على الملصق الدعائي لمسلسل سوف تخود به سباق الدراما الرمضاني للعام المقبل عدد من متابعيها رأوا في الأمر سلوكا سيئا واعتبروا أن الحرم المكي مكان للعبادة وليس للتقاط الصور روجينا التي كانت تؤدي حينها مناسك العمر أرفقت الصورة بتعليق أشارت فيه إلى أنها ستتعاون في الموسم المقبل مع رؤوف عبدالعزيز بمسلسل ستهم من تأليف السيناريست ناصر عبدالرحمن وذلك بعد أن شاركت في رمضان المنقض في مسلسل بعنوان انحراف روجينا ومن أمام الكعبة التقطت الصورة التي نشرتها على موقع انستغرام تدعو الله أن يكلل عملها الفني بالنجاح في سلوك اعتبره بعض روادي انستغرام يناقض حرمة المكان المقدس وهو ما دفع روجينا لاحقا إلى حذف الصورة ترجمة نانسي قنقر